صحيفة آي نيوز البريطانية نشرت تقرير عن ثروة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي اللي استخدم جزء كبير منها لتطوير مدينته تصبح أغلى مدن العالم فهو بيملك عقارات وقصور ملكية في أشهر بقاع الأرض ما الذي يملكه حاكم دبي وكيف حول دبي من قرية للصيد لأغلى مدينة في العالم مما هو مصدر ثروته وفي أي المجالات يستثمر أمواله وما قصته مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين عشان تعرفوا كل هذه التفاصيل تابعونا في التقرير التالي ينتمي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأسرة غنية جدا وثروتها تبلغ حوالي 15 مليار جنيه سترليني أي ما يزيد عن 319 مليار جنيه مصري تم جمعها من مجال النفط والاستثمار في المقالات الكبرى وإنشاء الأبراج السكنية العالمية وكذلك من خلال العمل بمجال الاتصال يبلغ بن راشد من العمر 70 سنة تعلم في إنجلترا ثم التحق بعد تخرجي للتدريب في الجيش البريطاني في معسكر وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن مجموع ما يجنيه بن راشد وأسرته من بيع النفط يوميا 820 ألف جنيه سترليني بما يوازي 17 مليون ونصف مليون جنيه يوميا وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية إن الشيخ بن راشد له الفضل في تطوير طبعا مدينة دبي للصيد لهذه المدينة العظيمة عالميا وجاءت ضمن تقرير الصحيفة إن الأمير الإماراتي بيملك قصور تمتد إلى العاصمة البريطانية بقيمة تتجاوز 150 مليون جنيه سترليني حيث بدأ الشيخ محمد حياته العقارية في عام 81 عندما نجح في شراء قاعة دالهم بالدرجة الثانية أو ثانية بجوار مبنى نيو ماركت الشهير وبعدها بعشر سنين قام بشراء عقار لونج كروس بالقرب من شوب هام بالإضافة لامتلاك عقار اسكتلندا مسحته 63 ألف فدان عقب انفصال زوجته الأميرة هيا بنت الحسين شقيقة العاهل الأردوني الملك عبد الله عنه فهي تقيم الآن في قصر الأسرة الإماراتية الحاكمة ذو الإجراءات الأمنية المشددة والواقع في أو عبر الطريق من قصر كينجستون والبالغ قيمته أكثر من 150 مليون جنيه سليني بصحبة أبنائها من الأمير محمد بن راشد حيث حكمت المحكمة العليا البريطانية في 19 يوليو عام 2019 بنفقة لطفليها من بن راشد والإقامة في قصر العائلة الملكي وبيسير بن راشد حاليا على خطى برنامجه الشهير الرؤية والذي وضعه عام 2010 والذي بيهدف لتعزيز ثروات دبي مرة أخرى عن طريق الاستثمار والابتكار واستغلال طاقات الشباب والموارد البشرية المختلفة في بلادي وبيعتمد برنامج الرؤية الذي ابتكراه بن راشد على إشراك الشباب والكفاءات في مجالات البحث العلمي والتعليم والتطوير التكنولوجي وتعزيز الحكم الرشيد في الإمارات وتعزيز النمو الاتصادي القائم على العلم والمعرفة ولهذه الأسباب نواهة الصحيفة إلى أنه بفضل ابتكارات بن راشد كانت مجلة أو عفوا مدينة دبي بتعتمد في بداية اشتركوا في القناة